لكن ضربة البداية اللي أنا هقول لكم المهندس عادلة هيلعبها ليه وزاي برغم النصوط وتعبان شوية لكن هي ضربة بداية مهمة مع مقالي ومقاله لا يا حبيب قلبي إيه الحنية دي بص يا سيد زبراهيم طبعا كلنا عايشين الدوشة والدهشة والاستنكار والاستغراب والاستياء والاستياء على ما يتم تسريبه هذه الأيام من مكالمات موسيقى والذي طالة الكثيرين ومسؤولين وأعلميين وبقين قاعدين متخيلين أن ده مرفوض من الجميع ففجأت بالفنان دمث الخلق مرحف الحس الحنين جدا لست زاني شاكر كاتب وبيستنكر جدا بصفاته زمالكاوي افتكرته هستنكر المشهد بأكمله ولكن اجتزأ الجزء الخاص اللي مدايقه وقال إزاي رئيس الربطة يقول كذا 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 واحنا نرفض هذا وطبعا أنا معاه في استياءه ولكن مش معاه في اجتزاءه استياء لازم يكون على الوضع كاملا لكن أدهشني جدا وهو النقيب هنا بقى تعرف لو هو فنان عادي أو مواطن عادي لكنه نقيب يتخذ من القرارات التي تمس مستقبل الكثيرين بمجرد كلمة أو لح أو أداء أو تصرف والكل بيطلع يقول له الله ينور ويرابه عليك لما أنت بتجيب حق الزوق العام وتحمي المناخ العام من فوضى الألفاز من فوضى التراشق وبتحافظ على القيم الجميلة يعني مش الزوق العام حسن شكوش وحمو بيك بس لأ لذلك أنا أدهشني أنه ما استأشي خالص من الكثيرين التي طالت زميل أحمد جمال مش طالتها التي صدرت منه ما هو حاجة هي طالت بلا أي مناسبة راجل يعني بأقزع الألفاز شتم ناس وكان متطوعا في حديث غير ما فو أهل خزر ببارك ويهن وبيشتر ومالو ما قابل أنت مش حابب الأهلي ما تحبش لأهل لكن أنا كمال لاحظت أن فيه ناس تلع تقول لك إحنا فرحانين قوي أنا فرحان قوي بهزمت الأهلي يا جماعة الموضوع ده مالوش إلا معنى واحد أنت مش قادر تفخر بنفسك فبتشمت في غيرك وده شعور يعني يصدر الإحساس باليأس أو حنعمل إيه بقى إحنا نفرح في بلويك بقى لإحنا مش عارفين نفرح لنفسنا لكن الألفاز دي كنت أحترم جدا 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 يعني استياءه لو استعمل مشهد ككل أنا اللي بيحصل دائما مع الساحة لا يمكن أن نسمح بهذا ونحن حماد الفضيلة يفترض ما هو بيأخذ قرارات اللي حماد الزوق العام بس فأنا يعني ما عرفش أن أنت يعني رحت محولها المقال ومقاله بس هي تستحق هذا إن هي ظاهرة خطيرة إنك أنت تنتقي حتى في انزعاجها وأنت قيادة وأنت قيادة يعني أنا عتابي أنه قيادة الناس بتؤيدها وهو يتصدى للتردي اللفظي ويحمل الزوق العام ولكنه يبدو يعني أنك أنت ممكن يعني تسيب الفعل وتشتغل على رد الفعل وأحياناً لا الفعل ولا رد الفعل لأنه مقبولين لأنه ناس يموك ناس يموك هذه الانتقائية ولذلك أنا لما قلت المقدمة اللي أنت وصفتها بالفلسفية إحنا بقلنا أكتر من ثلاثة أربعة سنين حيثين على الأجيال القادمة أنت عارف مصرحية مدرسة مشاغبين الأمر بدأ بإفه دحكنا كلنا ولكنه كان مؤثراً على ثقافة الأجيال التليل هاي أبويا تحرق أبويا تصور أنك بتضحك الناس واحد بيقول هاي أبويا تحرق وجات العيال كبرة تخلصت ما خد بالك المصرحيات دا ما خفيف على فكرة المصرحيتين دول أفرزوا أهم فنان الأجيال يعني كل الفنانين اللي شاركوا في المصرحيتين دول كانوا هم نجوم حتى بعضهم لوفاته حتى الآن ولكن ما تركوه من أثر على شغب الشباب وعلاقة الأسرة واحترام الأب والابن والأب واحترام المدرس والمعلم واحترام كل حاجة واحترام المعلم كانش بالغة الخطورة ولذلك لما نقلنا للرياضة وجدنا أن البطل هو الأكثر عنفاً اللي بيقدر يجيب بالدراع وننتقد أولئك الذين يتجون القانون ليحصلوا على الحماية منه أو أنك تجيب حقك فبقى ضعف هذه فلسفة استشرت حتى بين قيادات الرأي العام لما الإعلام يتبنى أن لجوءك إلى المسالك الشرعية هو ضعف وبقى لازم ترد وتثبت أنك عنيف عشان الناس تعمل لك حساب خطورة خطورة في نهج أنا أخشى هل فتى الأوان لعلاج هذه الأمور أنا لا يعنيني مين قال ومين عاد أنا يعنيني قبول الظاهرة والاحتفاء بها ويعني تجاهل أو يعني الانتعاض منك تسلك السلوك المنطقي الشرعي أنك تبقى راجل مؤدب بس بتروح تجيب حقك مش عارف أستاذ إبراهيم يعني أنا القضية بالنسبة لي لا قضية انتماء ولا قضية مين يكسب ومين يخسر دلوقتي بقدر ما عايزين نحط الضوابط بقى عشان إذا كنا حنلحق حاجة نلحقها ولا إذا كنتوا شافين أن فات الأوان يبقى كل واحد يشتري له فانوس يمش في الشارع اشتركوا في القناة